هو جيب رجليه? جيب رجليه? يا استاذ شهين. استاذ محمود شهين. استامر انا بحضرتك يا فانديم. مساء الخير عليك وعلى كل استاذ المساهدين. مساء الفول انا بصراحة قررت ان انا بيعك. لان انا في البداية قلت لهم ان الجاو بكرة حترجع تاني كانت حار تنزل واعصير وبتاع. فانا خدت شتيمة حلوة في الاول كده فقلت طب وليه تمال هيئة موجودة هي اللي تستقبل. لا يا باشا تفضل. استقبل ايه تقومر. احنا الحين دفع يا استاذ محمود. ده النهاردة بس بكرة. اي من ان درجة الحرارة تنزل ست درجات? لا مش ست درجات. احنا نهاردة طبعا زي ما قلنا النهاردة الحرارة من تلاتة وعشرين لاربعة وعشرين. اه. وده الحمد لله حصل فعلا. تمام. واحنا قلنا برضو انه ارتفع مؤقت. تمام. لان اعتبارا من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة الى المعدلات. يعني بكرة من التراوح العظمة من تتاعتاشر لعشرين درجة مقوية. يعني حوالي اربع درجات من تلاتة لاربع درجات انخفاض خلال ساعات النهار عن النهاردة. طيب انخفاض بس ولا كمان عدم استقرار? طبعا يعني وارد طبعا حدوث حالة عدم استقرار خلال اتنين وسبعين ساعة اللي جايين. اه. سواء كأن نشاط رياح في بعض الوقات. فرص سقوط انطار خفيفة زي احنا شوفنا النهاردة متوقعة بكرة برضو على القاهرة. تمام. اه. لكن طبعا يوم الجمعة والسبت بتزيد فرص سقوط الامطار وتزداد اه. نقول كميات الامطار. يعني لو قلنا خفيفة النهاردة وبكرة فبتكون متوسطة الشدة يوم اه الجمعة والسبت. ويحصل برضو انخفاض في درجات الحرارة عن بكرة. يعني لو قلنا بكرة بين تمنتاشر والتاعتاشر. هتوصل لستاشر وسبعتاشر الجمعة والسبت بإذن الله. مع استمرار فرص سقوط الامطار آآ على مناطق متفرقة من شمال البلاد. سواء السواحل الشمالية الوجه البحر القاهرة. هتكون طبعا اكتر غزارة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا. ولكن جنوب الدلتا الوجه البحر القاهرة آآ محافظة بعض محافظات شمال الصعيد زي بني سويف وآآ آآ يعني بني سويف كده. يا ممكن تكون تشهد امطار خفيفة إلى متوسطة دي الشمال. بارك الله فيك. يعني اجواء متقلبة ده طبيعي طبعا استمرش آآ بالنسبة لهذا التوقيت من العالم. طبعا واحنا. ولكن الحمده اللي هي حاجات آآ. مشكلة بس المؤقت ده ما ما طولش معنا النهار ده بس ربعا عشرين ساعة. هنرجع بكرة العدم الاستقرار لكن ادي الله ودي حكمته. معلش بس طبعا هي تعتبر آآ آآ انخفاض درجات الحرارة مش بنفس آآ انخفاض الحالة اللي فاتت. مفهوم. لان الحالة اللي فاتت. لا لا الحالة اللي فاتت لو رجع التاني اه احنا عنهاجر. لا ما فاش زاردي. موضع منتهى. لا ان شاء الله يا ربنا نسلم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا نسي محمود آآ 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 الهيئة الارصاد طول الوقت طبعا احنا بنهزر معها وباندعيبها لكن هما ما بيقولوش غير اللي هما بيشوفوه بيتوقعوه بناءا على القراءات العلمية اللي عندهم والمؤشرات ونتمنى ان شاء الله الجو يستقر في اقرب وقت ممكن طيب تعالوا نروح الى برنيس قاعدة برنيس العسكرية اللي تم افتتاحها النهاردة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة